مساهم الأهلي وسامبا يقرون الاندماج العملاق والشركة من أبوظبي تستثمر في سبيس إكس وماذا ستفعل البنوك اللبنانية بعد انتهاء مهلة المركزي؟ أهلا بكم في الأسواق العربية أقر مساهم كل من بنك الأهل التجاري ونجموعة سامبا المالية بنهاية جمعيتهما العموميتين أقر دمج البنكين لتشكيل البنك الأكبر في السعودية بوصول تتجاوز 896 مليار ريال وباسم البنك الأهلي السعودي وغتم منح مهلة لشهر ليقدم الدائنون اعتراضاتهم على الاندماج في حال وجدت استثمرت الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي في الصندوق الرابع لفالكون سي آي وشركة الفضاء سبيس إكس وكانت سبيس إكس قد أكملت جولة تمويل أسهم نهاية فبراير الماضي بقيمة 850 مليون دولار لترفع قيمة الشركة إلى 74 مليار دولار قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتم إجراء تقييم لتحديد البنوك التي تمكنت من زيالة رؤوس أموالها بنسبة 20% بعد أن انقضت المهنة المحددة لتحقيق هذا الهدف وأكد سلامة أن البنوك اللبنانية التي لم تحقق النسبة المستهدفة ستحال إلى لجنة مصرفية كل مصرف على حدة لاتخاذ القرارات المناسبة بحقها وذلك بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة وهيئة الرقابة المصرفية حذرت لجنة الرقابة المصرفية في الصين من أن الفقاعات في الأسواق الأمريكية والأوروبية قد تنفجر آجلاً أم آجلاً لأن ارتفاعاتها تتجه في الاتجاه المعاكس لإداء اقتصاداتها كذلك حذرت الصين من أن فقاعات في قطاعه العقاري حيث أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المساكن في السوق الثانوي حقت أكبر ارتفاع في 18 شهراً في يناير فيما ارتفعت أسعار المساكن في بعض المشاريع في شانجهاي بأكثر من 30% العام الماضي